عاية الأحلام للديكور تعلم واستمتع شاهد لتستمر بالإبداع السلام عليكم الله أعطيكم العافية جميعاً أصعب شيء بواجهه لما أكسر وأزيل ديكور مش صعوبة إنه الشغل فيه لا بالعكس إنه صعبة علي لما يكون صاحب البيت خسران شغل وخسران فلوس وخسران وقت ونرجع نزيله. ليش؟ بنزيله لأنه بكون شغل كله غلط طبعاً البني آدم هون اللي ميشتغل الديكور حتى الروديتر البويلر مش رحمه والجبصين طبعاً مشغول غلط كله محفر ومبهدل والسقف نفس الإشي شوف كيف الجبصين حتى الجبصين حتى القروف هزها بينفرجك إياه كيف وضعه شوف الجبصين من تحت التابلو كلاته في نتوءات ونازلة تحت ليش؟ لأنه ومشتغل القياس مش مشتغل ميزان وليزر شوف منطقة القروف شوف الجبصين هون عندك هاي الفلات الجبصين مبهدل نرجع على الروديتر رديتر مضروب تصديعات نفس الإشي سبب التصديعات والقروف اللي هون يعني قلت شطارة أو مش عارف شو السبب انه التصديعات اللي بتكون موجودة سببها انه الجبصين مش راكب مرتاح مش راكب على وزن راكب على قياس والقياس غلط شوف التصديع هون كلياته الله يعوض صاحب البيت طبعا وانه توقات هاي والتكسير الجبس طبعا التحفير هون اكبر غلط انك تشتغل بالسقف الدريل واسفين لأنه باعتقادي انه لازم ينزل من سعر البيت لما يكون الشغل الدريل واسفين على السقف وهذا مصيبة يعني الله يعطيكم العافية طبعا وان شاء الله بنعدل شغل تعديل كله وهون مش راحم حتى جدران تنقيط بكل مكان طبعا ما في اشي بالجبسن بورد هون ميزان ولا الجبسن اشي مهيل اشي طالع اشي راجع تصديعات هاي كلياتها وضعها مأساوي طبعا بيت زي هيك من ضمن اسكان شوف كيف الجبسن كان يرقعوا بالسقف ترقيع يعني وضع مأساوي من المشاكل اللي سببها الديكور هذا اللي هما صحاب الاسكانات او تجار بيع العقارات هذولا دايما بيدوروا على اي واحد يشتغل ديكور بسعر طريق تمام او بيحتمدون لهم واحد يكون اسعاره ميتة ومحروقة بحيث انه ايش ينفذلهم شغل الاسكانات ومش مشكلة كان البيت مكلف مية مية وخمسين الف تمام فما بالك اللي مكلف اربعين الف اللي مش مبلغ يعني وانا لاحظت ملاحظة انه بالاسكانات بشكل عام معظم البيوت نفس النكشات هذول النكشات اللي بتكون الغرفة يا داو بتستعيكلها خمس الواح ست الواح مع شوية حديد تمام بحيث انه يبين انه انا مشتغل للك او مش تطبيلك سوبر ديلكس تمام تصديع المعجون الوضع مأساوي هون فاحنا ما بنقول الكل وما بنجمع احنا منقول بعض اصحاب الاسكانات يعني الاسكان اذا ما كان مشتغل الديكور فيه صح مية بالمية للأسف يعني شغلك لها منه ولا ولا فيه فما بالك اللي بيجي بدهن مثلا حلو بكون غلط شوف الانهار المخفية كمان هون وضع مأساوي كان يمعجن بيده حتى البلاط مش رحمينه من تكسير وتضريب البلاط يعني هاي البلاطة مية وعشرين بستين وغالية وأصلا تصليحها صعب يعني للأسف أكبر مصيبة أنه أنت تجيب واحد غشيم ويشتغل لك فأنا اللي بقوله أنه مش كل تابعين الإسكانات ولكن المعظم أنا بحكي المعظم عندنا في الأردن أنه بيدور على فني يعطيه سعر ميت محروق ما يحلمش فيه حدا بحيث أنه لما يفرجي لزبون يقوله والله استغلت لك ديكور على آخر طقة إما أنا من باب النصيحة إما أنت بتسلم البيت على الأبيض وبتعطيه للزبون وبالعادية بكون لزبون يعني النسبة الأكبر لنا بكون مشتريها عن طريق البنك شوف كيف هنا هاي تسعين سانتي حتى لا أميجا ولا سي من السقف ونزل تسعين سانتي يعني لو بخاف الله بنزل حديد أميجا وسي فاضي هاي المنطقة يعني عم يفرجيكو كله هسا رح تشوفوا بلاوي كلهم مش شوفوا هناك السقف الفلات كله عاملوا على الأميجا مباشرة يعني ناقل العيبة من السقف الأصلي لتحت يعني أصلا السقف مسوكج لما تركب مباشرة الأميجا عليها بتنزل الأميجا وتجيب سنبوردل عليها مسوكج فأنا بقول بما معناه إنه مدام إنه يا إما بتسلم أنت كصاحب إسكان يا إما بتسلم البيت أبيض للزبون وبالعادة لزبون دايما ما بكون معها غير إنه بقول لك القرض أنا دافع منه 7000-8000 دينار 10,000 دينار وبدو يكمل باقي أقصاد عن طريق البنك فأنا بقول إنه اتفق أنت وصاحب البيت إدهنه أبيض ولو وقت ما يجي عليك صاحب البيت تمام خليه نجي ديكوره وصاحب البيت بعدين بودي مراقب من عنده مهندس بودي فورمان بودي فني يراقب الشغل تبعك والصناعي تبعك بحيث إنه يكون الشغل يعني سليم وبعدين دايما صاحب الإسكانات بكونوا حاكمين لزبون خلص يلا هاي الديكور موجود طيب بلك صاحب البيت ما بدو هاي الديكورات ما بيحب الدوائر والحركات والمش عارف إيش أو بدوش سيمبل فأنت مفروض فيك خلص البيت ترعبن عليه قلهم شو الديكور بدكو إياه بدنا واحد اثنين ثلاثة أربعة إنت بتحكي لهم والله بفرق معاك خمسمية ستمية ألف إذا كان الديكور فخم أو كذو الأخري والإتفاق في كتير كويس يعني شوف هون المصايد حتى مسكرينها هون موطينها بجبصين كان ينرفعوا بجبصين يعني الليزر كل ياته حقه 60-70 دينار وحتى هاي المنطقة فاضي كل ياتها يعني مفروض حاط أميقا و سي ورافع اللوح الجبسين بورد من تحت شوف منطقة القروف القروفات كيف منزقها بالسقف شوف القروف كيف منزقه بالسقف وكان يعبي جبصين ويسحب بيده بالمكشبة طبعا هنا فضينا السقف للأسف التحفيرات هاي مصيبة ولكن إحنا بدنا نعالجه يعني إن شاء الله إذا مش 100% 99% ونطلعه بشكل احترافي طبعا الله يعوض كل صاحب بيت بنغبن بشغل زي هيك بكون هو فرحان وأنا اشتريت بيت جديد وكذا والآخري وفاجأة بطلعوا إنه شغل كلياته إما مخشوش أو إما غلط أنا بقول عن هذولة جماعة يعني غشاشين أنا بقول هم غشمة هذا اللي عندهم هذا اللي قادرين يقدموه يعني فرق إنك أنت تقول إنه مثلا لا سمح الله إنه تسامسر أو قام أو حط هو ساخي بالحديد وساخي بكل شيء لكن فنيين شطب إكس عليهم يعني ممكن إنه جابهم صاحب الإسكان مثلا إنه تعالوا أنتوا سعرك وأطرا لأنهم بعملوا نظام مناقصة المناقص على السعر ما بحطوا على مناقص على الفن بالشغل وإنت بتحط مناقص حط مناقص على الفن بالشغل بعدين حط مناقص على السعر وبعدين أنت بايع البيت مئة وخمسين ألف بيع بمئة وستين إذا كان بيتك شغله حلو ونظيف وإشي بجنن بزيد هال خمس تلاف يعني بزبون الدافع مئة ألف ولا مئة وخمسين ألف بعينوا الله على هالعشر تلاف زيادة بس بالمقابل بيشتغل بيته من الصفر صح مية بالمية طبعا هنا رجعنا وزلنا وركبنا صح وهي على الميزان شوفوا كيف صفر بالوسط مية بالمية ما في غلطة شوف على الحديد هاي الميزان هون وسط لازم مهندس يجي وراك ويكشف شوف الأوميغا والسي كيف توزيع التين ستينات الألواح الفواصل بيناتها تركيب اللهم السيد محمد في حديد بين الفواصل كيف التشبير كيف الشغل يكون صح إما بتشتغل صح إما يبلاش يعني شوف هون شبكة حديد مية بالمية توزينها مية بالمية مشغول على الليزر والله ما فرقت عن الشغل القديم إلا إيش بسيط بس شغل صح ومضمون ومكفول مليار بالمية ما بنقول إلا إنه الله يعوض لزبون على شغله ويعني هالفيديو من باب التوعية إن كانت المسافات تفرقنا فبعث الأحلام للبيكور يجمعنا وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد ترجمة نانسي قنقر